من المقرر أن يضم هذا المبنى الضخم كل من بارك أوباما والرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أواخر الشهر الجاري قائد بلدين على طرفين قيد لكن السقف الواحد لا يضمن أن يلتقي الرجلان تأكيد التشكيك جاء على لسان روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض حين كان أوباما يسعى للبيت الأبيض جعل من الحوار مع إيران أمرا واردا في برنامجه سيكون لدي استعداد لاعتماد دبلوماسية صارمة ومبنية على المبادئ مع القادة الإيرانيين المناسبين في وقت ومكان أحدده أنا إن كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية لكن ربما يرى البيت الأبيض أن نصاب المصالح الأمريكية لم يكتمل تحقيقه في سياق العرض الإيراني الخاص بالبرنامج النووي فطهران تقول إن ملفها النووي قطوي والأمريكي لا يصدقون لقد جددت إيران موقفها القائل بأنها أغلقت ملفها النووي لكن وكما أوضح جلين ديفيد أن أنهب الأمريكي لدى وكالة الطاقة الذرية فإن الواقع خلاف ذلك وفي الواقع هناك خلاف آخر مرده إلى طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي شهدها الشارع الإيراني إثر الإعلان رسميا عن فوز أحمد نجاد بالرئاسة لولاية ثانية وبهذا ينضف هذا الملف إلى ملفات أخرى عالقة بين طهران وواشنطن منذ ثلاثين عاما عبد الرحيم الفارسي بي بي سي